أعزائي المشاهدين في كل مكان برحب بيكم النهاردة في فيديو جديد معي عن توقعات الأبراج أنا مريم لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدعموني باللايك ولو لسه ما اشتركتوش انتوا باستنين ايه اضغطوا على الاشتراك وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل فيديو جديد معي أنا بكبر بيكم ومعاكم توقعات برج الميزان السبت 26 يونيو حزيران 2021 بصفتك برج الميزان فانت تسترشد كونيا بجوهرة السماء فينوس سماء يوم السبت تجد كوكب الظهرة في حالة تنقل حيث تتخلى عن منصبها في مرض السرطان المتعطش للمبادرة وتتجول الاليو المرعب يعمل هذا الانتقال على تحسين انتصالات بالمجتمع وشبكتك الاجتماعية حتى يوم 21 يوليو انه وقت مثالي لاعادة بناء الروابط المقطوعة بين الاصدقاء والتواصل مع الاخرين في مجالك عاطفيا قمر اليوم سوف يضيء منزلك الخامس المغزلي للحب والشهوة والعاطفة والسرور والتعبير عن الذات لتسليط الضوء على كل شيء من رغباتك الرومانسية إلى تأملاتك الإبداعية ضع في اعتبارك أن حاكم الكواكب كوكب الزهرة في خضم العبور من خلال علامة يحكمها الأمر لذا فإن الحب بالتأكيد في الهواء الزكي بتنشط بيت المغامرة التاسعة ومع قيام برنامج الخاص بك يمكنك التواصل مع شخص ما على مسافة منك أو ربما من ثقافة مختلفة المريخ الحازم حاكم المنزل السابع الخاص بك لأشخاص مهمين آخرين يضيء أيضا بيتك الحادي عشر من المجتمع لذا فإن لعبة الوسائط الاجتماعية الخاصة بك على وشك تحقيقها مهنيا استفد من إبداعك الطبيعي اليوم لديك فرصة لعمل شيء جديد ومعبر عن عملك فاختنمها يقع قمر الدلو في بيتك الخامس للتعبير عن الزات مما يشجعك على الابتكار ويقع في منزلك التاسع على نطاق أوسع سواء كانت مشاركة مشروع إبداعي أو النشر على وسائل التواصل الاجتماعي أو إطلاق دورة تدريبية فهذا هو الوقت المناشب لكشف النقاب عن أفكار جديدة للآخرين كوكب الظهرة الذي يحكم برجك هو أيضا في قطاعك المهني هذا كوكب قوي للإبداع استفد منه اليوم المواعدة اليومية عليك التحدث قريبا والتأكد من أنك صادق تماما مع الناس تحتاج نفسك الداخلية إلى بعض الانكشاف والآن هو أفضل وقت ممكن مكافئتك اليومية ربما يجب عليك أنت وصديقك الاحتراف حان الوقت الآن إذا كنت قد استمتعت بهذه الفكرة عليك بتنفيذها ترجمة نانسي قنقر شكرا